من يدعو الناس إلى تلك الخيرية مع النساء أو إلى التعامل بالأخلاق الحسنة وهو شرس الطباع وهو لا يؤمن جانبه ولا تثق فيه زوجته يكذب يخلف الوعد يفجر في الخصومة فأي إيمان يدعو إليه هذا الدعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا خيركم لأهلي أغلب الناس يكون حسن الأخلاق والطباع مع الأغراب والأصحاب حلو المنطق حسن العشرة إن سألت عنه أصحابه إن سألت عنه أهل المسجد إن سألت عنه أقاربه قالوا نعم الرجل فلان سريع البديهة خفيف الظل حاضر النكتة هذا الذي لا تمل مجالسته ولكن هذا ليس بكاف لأنك إذا دخلت بيته وسبرت أحواله وسألت أهله لوجدت أنه لا يدخل بيته إلا متجهم الوجه لا تعرف الابتسامة لوجهه طريقة كأن أهله قد قاموا بكبيرة من الكبائر أو قتلوا قريبا من أقربائه الناس لديهم تفريط في معاملة الزوجات وما كانت تلك هي سنته عليه الصلاة والسلام من الناس من يعامل أهل بيته من هم أحق الناس بحسن صحبته يعاملهم بجلافة وغلظة وجفاف المشاعر يعاملهم بالتضييق عليهم والتشديد في كل الأمور حتى أن المباحة يصبح محرما والعياذ بالله فيمنعهم من كل شيء وربما بلغ الحالة ببعضهم أن لا يستطيع التواصل مع زوجته ولا يمكنه التفاهم معها إلا بضربها وجلدها كما تجلد البهيمة ونسمع كثيرا عن ما يعرف باسم العنف المنزلي وربما يورد ذلك أو شيئا منه في وسائل الإعلام يتداوله الناس فيما بينهم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب قال عليه الصلاة والسلام ويم الله لا تجدون أولئك خياركم سبحان الله يصلي في الصف الأول يصوم يعتمر يفطر كل اثنين وخميس في الحرم ما شاء الله بين المغرب والعشاء يجلس يذكر الله يصلي مع رفاقه لكنه يضرب زوجته ويم الله ليس أو لا تجدون أولئك خياركم قد يبرر يقول يا شيخ هذه امرأة نكدية امرأة سليطة اللسان امرأة لا تسمع الكلام امرأة ناشز وهذا كله لا يبرر له أن يمد يده على امرأة اعتمنها أهلها اعتمنه أهلها عليها هم أعطوك فلذى تكبدهم وأنت نسيت كل شيء طيب ولم ترى إلا هذا الأمر فمن الناس من يتخذ أقصى اليمين في التشدد والتعامل والغضة وسوء الأخلاق مع زوجته وعلى طرف النقيط ربما تجد من الناس من يرخي الحبل ويتركه على الغارب يترك الحزم يترك القوامة التي جعلها الله تعالى في يده فترى زوجته تتمتع بعدم وجود رجل يحميها وإن كان موجودا في المنزل لكنه لا يتصرف تصرف الرجال فتراها تعمل مع الأجانب الغير محارم تعمل مع الرجال تختلط بهم تسافر بغير ذي محرم تخلو مع السائق ربما تخلو مع زميلها في العمل والشيطان ثالثهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام يسمح لها ولبناتها بالذهاب إلى أماكن الشبهات سافرة عن وجهها مظهرة مفاتنها تلبس ما يلفت الانتباه ويثير الغرائز والشهوات ثم إن سألته قال أنا أثق في زوجتي هذا والله من شرار الخلق ذاك يضرب فهو ليس من خياركم وهذا يترك الحبل على غاربه ويشجع ويساند الفتنة والمقدمات التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى الوقوع في الفاحشة فهذا والله من شرار الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المثال والأنموذج الذي يحتدى به كان سهلا حينا لينا عليه الصلاة والسلام تراجعه زوجاته وهو النبي المرسل يراجعنه في أوامره وربما هاجرته إحداهن ليلة كاملة يطالبنه بالنفقة ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يحسن إليهن ولا يسيء أمنا عائشة رضي الله عنها تضريب يد الجارية التي تحمل الطعام لأنها أتته من بيت صفية فتكسر الإناء وتسكب الطعام والرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام ينظرون لو هذا المنظر حصل مع أحدنا لربما طلق امرأته رجولة وشهامة وانتصارا للحق في زعمه لكن سيد الرجال ما فعل إلا أن ضم الطعام ولمه وقال غارت أمكم يعني لا تخافوا هذه أمكم عائشة أصبها شيء من الغيرة وعاقبها بأن قال إناء بإناء وطعام بطعام انتهى الموضوع هذا هذا هو مواقف الرجال وهذا هو سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المواقف نتعلم كيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام